بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن الغسالة ال ال ج اللي هي السبعة كيلو هنشرحها ان شاء الله هيكون شرح سهل وبسيط بازن الله طبعا زي احنا شايفين ده الغسالة سبعة كيلو. دل بتاعتها. دل البروغرامات. ودل بتاعتها. ودل الحل بتاعتنا زي ما احنا شافين. طبعا ده الموديل بتاعها. ان شاء الله هنشرح هيكون شرحة سهلة وبسيطة ان اي حد يقدر يفهمها بازن مني. هي سبعة كل طبع. جزتها شاملة يا محمد خششي. هتبقى شاملة خلاص? بص يا بالنسبة لنظام التشغيل. اول حاجة عندي الهدوم بتاعتي وهي يا نشفة. شايفين الجوان ده كده? تحت الجوان بخمسة سنتي او سنتي. بمستوى الغسال حد جوه. من فوق فاضي وبنحط من تحت زي ما احنا عايزين نقل ما نزيتش. او قبلت ايه ده ايه. من تحت الجوان قبلت ايه ده بمستوى الغسال حد جوه. من فوق فاضي ومن تحت ان ما نزيتش. تقريبا تلتين الغسالة هدوم. والطلط فاضي. او حاجة تانية. في عندي كسرة ايه. الكسرة ايه بتاع ال الهاز ده ايه. الكسرة ايه بحزك كسرة ايه ده حد جوه. يعني الملابس يا استوى حسان. اه. ما تطلعش عن. ما تعدش عن المنطقة دي ابدا. اه. اقل ما زيتش. يبقى كده الوزن الملابس مع المية. كده يبقى في في النورمال بتاعها. ملابس ومية. ملابس ومية. انا بتكلم عن ملابس بس. الملابس جاية. نشفة من بره من السبت بحطها اخر المستوى ده كده. ايه بعد ازنا. ايه اقدشت المية مع نفسها. الملابس لو انت المية موجودة. اه. ما تش مية دقة موجودة. اه المية بتكونش موجودة. لأ. انت كده كده احنا بحط اصلا غسل بفتح غسلت كده. مزور. اجيب ملابس بحطها في قلبها. ما فيش قلبها مية. وعيرها بالليه بنحزل. بالمستوى دقاء وكده اهي. تقريبا تلتين الغسلها. زيلة على النص حاجات بسيطة. اه. ماشي لما ما بقى في كده لها بسوى. اللي ده الليفل بتاعك اللي هو ده. اه. اه. تقريبا ليه التلتين. والتلت فاضي. ايوه. عشان تنظف مية. اكبقاش حمل زيلة على الغسلها. ايوه. ما ترقاشو يتم شباحة بمسحوق ابيض. ايوه. زي ايه. تلاقي فيه تشبيح عبيضة كده على الملابس. اه. مسحوق. بسبب ايه. بسبب كترة ايه. الملابس. وبسبب كترة المسحوق. اه. فما كترش مسحوق. ما كترش ملابس. اما تبقى الملابس بسيطة بتنظف معي اكتر. بتبقى الدنيا مفرفرة بقى الغسلها من جوة تلاقي ايه. اه. بيبقى الميا بتحتوي هي والمسحوق غسيل نفسه. انها تقبس على بعضه وبتكسر الملابس. زي ده ما بنظفش ملابس كويس. تمام? فتقريبا هو ايه تلتين بغسيل المنابس. والتلت فاضي. او نص الغسلها قزينها عن نص حاجات بسيطة. ده بالنسبة لهم بتاعت. بالنسبة للشرابات المناديل الحاجات الليها الصغارة كلها. بجيب كيسة بسوستة عمل شبكة الكورة تباح في اي محيات منزلية. بحط فيها الشراب او المنديل. ليه? بعد اه فترة كده اقول لحاجة ممكن الشراب اسناء التكفيف السرعة بتاعته الغسلها. يخش الشراب او المنديل ما بين حالة وبعد الحالة بسفرس والحالة الخارجية. اه بتقول الشرابات والحاجات الصغارة بحطها في كيسة بسوستة. عاملة زي شبكة القورة. زي شبكة بسوستة. بيحط فيها الشراب او المنديل ليه? اسناء التكفيف السرعة العالية بتاعت لخشد الغسالة ايش يجب انهمهم ي miseشكه пригلاقها عند يختار الاخير ي Charlize فكرة المشاكل ايش انا في غنى عندنا تفكرين حاجه دي بتعمل اية masters يعني لو هنحط حاجة صغيرة او شغيرة. تمام لو هنحط حاجة زي كده بنعملها في الكيسة دي. تمام? ده بالنسبة لحاجة الصغيرة. اه بالنسبة في عندي الفلتر ده هو. كل شهر او كل شهرين. اول حاجة باجي باجي بطبقة يكون الطبقة يكون حرف بتاعه قليل يعني مستوى الحد هنا كده. وبقوم فاكك ايه الخرطوم ده هون يقوم مصفيه المية اللي في الفلتر الاول. تمام? اه ده التشريف بتاع الفلتر. ده اللي هو الفيز بتاع الفلتر. بيقوم مصفو المية. بعدهم بيصفو المية من الخرطوم ده هو. بقوم قافل الخرطوم ده بيخرج علي خلص هون. اي. بقوم قافلو تاني عادي كده. وقوم فاكك مين الفلتر ده بفكو شمال. الفلتر ده بيتفك شمال يطلع برا. ماشي? لو فيه دبوس فيه زغبار اي راسب ولا حاجة بنضاف. انا مش عايز افكو دلوقت ليه عشان. يعني دي بعد كل غسيلة او شهر او كل شهر او كل شهر امر. اه. افكو الفلتر ده طلعوا برا. اي دبوس اي زغ الفيس ده باجيب طبق يكون الحرف بتاعه قليل. اي. الهدف منه ايه? اصفو المية الاول في قلب الطبق. وهم قافل ده كده. ده بيكون فيه مخزون مية? بيقع فيه المخزون المية عند الفلتر هنا اصل. بس ده اللي بيغض. اه. ده هون. اللي بيقوم واخد المخزون ده يتفضى بالطبق. المية يشربوا هنا. اجي افكو الفلتر مغرقش. لما هنا لو مثلا فيه فلوس. او الهدف ايه. دبوس. زرار. الهدف هني بعملو من ده ايه. ايه. انني بف ده الاول عشان خد لما اجي فك ده. ما غرقش المكان مية. ايه. بحافظ على المكان. فبصفو المية اللي هنا. بتصفيها الاول ايه. بفك بقى ده بعدها. الاقي بقى دبوس. الاقي فلوس. الاقي زرار. اي حاجة بطلح. ماشي. نعرف ان انتو عايزون مجوهرات. ايه. او فكرة دي والله. ماشي. والله. ايه. مانت بجوهرات بصحيح. وايه. وبعرم انادف كويس اهم ايه. قافل ايه الباب بتاعه. مقافلش معي اهم اعمل كده هول. من غير مركبها في حيات. قافل كده هول. فيش ايه مشكلة. تمام? فكرة جيدة ديت اول مرة. الكلام ده كل شهر او كل شهر. او لازل جزاك الله كل خير. اصد هسام على المعلومة دي معلومة طيبة جدا. لا تحت عمر. دي بالذات يعني. تحت عمر. بالنسبة على المسحوق. ترجو المسحوق. بحط هنا. تلات تربع كمية المسحوق. وبحط هنا ربع كمية المسحوق. وبحط هنا الاضافات. هنا تلات تربع. هنا الربع. هنا الاضافات داوني. معطر. ملين. مرتب. اي اضافات اي تلات تربع الكمية. ربع الكمية الاضافات. الكمية مسلا بحطها كوباية. وليكن مسلا كوباية. مم. ليت الكوباية بتنضط معي جدا. لا اخلها المرة اللي بعدها كوباية لربع. اخلها نص كوباية. مم. لانه كتر المسحوق اصلا بيأثر بالسلبة على الحلة الخارجية. ممكن يعمل فيها شارخ. زي. قبل ما نغير البلي كان ايه دي كان موجود هنا دلوقتي. الحلة زي ما احنا شايفين عاملة ازاي. مسحوق ده كله اصر مسحوق هون. هنلاحظ حاجة دا يا عصاص حسام تأثير المس تسحيق تأثير المسحوق وكتر الهدوم. ايه اللي حصل عندي هنا؟ اصر المسحوق اهو. دا كبير. لو نلاحظ قلب الحلة من جوه اصلا مسحوق اهو. الحلة القديمة. قلبها من جوه مسحوق اهو. دا بسبب كتر المسحوق. انا قلل المسحوق شوية. تمام؟ يعني المسحوق هو اساس بشارخه. كله بشروف ايه. بسبب المسحوق. الحلة كتر المسحوق وكتر الهدوم. طب. هذه السبب اللي كانت المشكلة بسببها اصلا. ايه ايه. تم تركيب حلة جديدة بقى. يعني اللي زيه لاحظ عياتك يا حاج. ذا ما احنا شايفين الشاف. دي كله اصلا مسحوق. بسبب اصلا المسحوق. لحلة rhy هتشرخ طانعي هنا. البلية بشكل دا. لما جاءها طلعي البلية الجديدة البلية الاسجل اما تنطرالي الوش البلاستيك اللي فوق الظرف بسبب مين؟ المسحوق ضعف المكان ده المسحوق خلانها دبقى ضعيف وشرخوا فبالتالي حصل اللي حصل ده وتم تغيير الحلة والحلة تغيرته وقابنا الده ضغمانة كلها الحلة بسبب المسحوق وسبب خدر الملابس بسبب خدر الملابس وسبب المسحوق فاحنا من كدر المستطاع نقلل من المسحوق بتاعنا تمام؟ هنا تلت ربع الكمية ايا كانت الكمية بس تبقى بسيطة طبعا وهنا ربع الكمية وهنا الاضافات دوني معطر ملين مرتب اي اضافات ايام كانت يعني ما نفرحش يا أستاذ حسن بيه ان احنا نزود الكميات ديه عشان هتنظف الملابس ده غرض كتر المسحوق اصلا بيعمل ايه بيبقى هنا مسحوق بيقوم نازق هنا كده نيجي نقف للدرجة اصلا ما بيقفش بويه عمر ما بيقف يبقى يجي حد يقف بسبب كتر المسحوق يبقى عمزل اميركا وفي حالات بتحصل يوم مكسور وش الدرجة من هنا بسيب قصرة المسحوق قبل ما نضافها كان فيه هنا مسحوق كان فيه هنا مسحوق اه اه احنا النظافين دي اصلا عمزل خرصانة واقف هنا في تلك اه احنا بنبين ان ايه كتر المسحوق غلط وان المسحوق نحطه هنا كده غلط ماشي الدرجة ده مش هينطلق اصلا بنحط نسبة تقريبا يعني نص وكن ازيد عم نص حاجات بسيطة على حسب المكال بس بنقلم المكال شوي تمام؟ لو كده اسحب الدرجة ده كده مش هتسحب معايا لازم اضغط على علامة السبب ده ليه البوش ده هي اضغع لها كده اي بقى مسحوق متجمد اي زغبار يعني ممكن بقلب كده اي مسحوق بقى متجمد اي زغبار اي رواسف اي حاجة بانضافها ومن جوه برضو نفس القصة من جوه من هنا كده نفس القصة يعني يفضل رساس حسام بعد كل غسلة طلع العلبة دي مش كل غسلة كل اسبوعين تلاتة كده اطلع الدرج اه وكل مكان نظف الفلتر او من نظف ايه الدرج عشان برضو مفيش اي حاجة تقف هنا اللي هي المسحوم يتجملش اه كده اتحافظ بقى اي الحاجة بعد كده اتحافظ مش هتحط مسحوق هنا خالص بعد كده المسحوق بتحقيبه هنا بس بس احنا بقول ايه وقاية كل اسبوعين كده على حاجة او كل شهر بنطلع الدرج ان نظفه وماشى مبلولة ورطبة وننظف المكان ده واقفل الدرج بتاع ايه زي ما احنا شايفين كده تمام؟ ده بالنسبة للمسحوق بالنسبة لنظام التشغيل ده مفتاح الطاقة اللي هو الباور مجرد ان تغطى عليه كده قاية تغسالة اول ما بتغطى غسالة لو دغطى التشغيل هجد على برنامج القطن اللي هو الرئيسي بتاع غسالة القطن اللي هو الرئيسي تبدأ اللي غسالة تسحب ميتها وتخسل وتشطف وتتجف وتصرف تعمل كل حاجة لوحدة درجة حرارة ستين درجة عالي اللي هفات 1200 لفة بتظبط نفسها بنفسها لو انا عايز برنامج تاني غير القطن اجيبه ازاي كوتن هوا اللي هو القطنيات لو انا عايز برنامج تاني اجيبه ازاي الغسالة لا ما تفين بقدر غسالة ما بروحش بقى عند ستارة هو اللي اوكي تأكيد تشغيل بقلب من البكتك كمينة او شمال جيه القطن تاني اه اخد برنامج واخد اوكي من هنا اللي هو تأكيد التشغيل اجي هنا قطن اكو اجي هنا قطن الاقتصادي او قطن الملون او قطن الموفر تمام اللي هو في نسبة الياف صنعي المكس ايه ازي كير اللي هو السهل بتاع الاطفال اللي هي الملافس البسيطة بتاع الاطفال ضيوف اللي هو اللي هاية بس او الكوفيرتيات او الدافعات او ما شبه ذلك سكين كير ملابس المتصلة بجلد للاطفال مباشرة ملابس داخلية او نظام تعقيم كده بي بي كير تعقيم لملابس الاطفال او عناية بملابس الاطفال المنطقة دي كلها خاصة بالملابس الخفيفة اللي هي الملابس الاطفال لا ده قطن ملون ده ميكس خليط ده ايزي كير سهلة بتاع الاطفال هنا سكين كير ملابس المتصلة بجلد الاطفال مباشرة او اللي هي الملابس الداخلية بي بي كير اللي هو تعقيم ملابس الاطفال رنس زائد سبين اللي هو الشطف زائد عصر شطف وعصر بس بستخدم رنس زائد سبين اللي هو انا غسل في رسالة تانية عادية معاوز بس اشطف هنا اختار دي اه تشطف بس اه الشطف بس شطف وتنشيف اه اللي هو رنس زائد اللي اتنين دول مع بعض وهم ضغط اوكي اللي هو تأكد التشغيل عند بعاجات الكويك اللي هو السريع تشيرتات مرابس رياضية الحاجات البسيطة او الحاجات اللي مش متاسخة او نزب تعرق او او اده حاجة انتنسف اللي هو الكسيف اللي هو الشغل الشديد اللي هو التقيه اللي عند شغل متاسخ او حاجة الانتنسف اللي هو الكسيف عندي بعاجات الول اللي هو الاصواف ديليكيت اللي هو الحرير ستان ستاير اي حاجة اه زائد ملمس ناعم اصبرت وير اللي هي الملابس الرياضية وبعد كي القطن اي برنامج في الدنيا فيه ووش ورنس وسبين غسيل و شاطف و عصر لو انا عايز اوبشنز اي pret Ath sog ذي بروش في عند حاجة يسميه اللي هو الشاطف الصحي او الشاطف الطبي او شاطف اكضافي عند بروش اللي هو نظار المبدئية او her whodel اولية او زنزام نائة في عند انتنسف اللي هو الكسيف الا الشغل الشديد لو انا عايز برضو كاوبشن بختاره كاوبشن فكري سكير اللي هو بدون كرمشة او منع التجعيد اللي دون بطلع مكرمشة بطلع مفروضة شوية بس مش مكوية لو انا عايز الاربع بختارهم عايز واحدة عاوز اتنين زي ما احنا عاوزين تمام انا مثلا عندي التنبلشة لدرجة حرارة هي درجة حرارة عندي هنا عاملة ايه البرنامج بتاعها جابل ستين درجة حرارة لو انا مش عايز ستين عايزها خمسة وتسعين غليان لو انا عايزة كل برد خالص لو انا عايزة 30 درجة حرارة لو انا عايزها 40 درجة افضل الاختيارة افضل حاجة خلينا عاو الستين او الاربعين ستين او الاربعين بلنسبة الاطنية وطورة المعقول الان خمسة وتسعين دي مراحش غلل الدورة بس لان طبعا الحرارة العالية جدا بتكرمش الملابس زي انها بتأثر بالسلبة عالجوانات مع المدى البعيد مع المسحوق الحاجة بتتعمل زي خليها عندي الاربعين او الستين معقولة يعني يعني خليها عن الاربعين معقولة اه اه ان شاء الله عند الاسبين اللي هو الدوران هي جابلة عادي لفات الف ومتن لفة لو قمت بتاكة على الاسبين نتاكة هيديني امر بحاجة اسمها يعني اقاف الشاطف الغاسية تخسل وتيجى عند الشاطف توقف مؤكد مضال ان دغط تستار تلك تكمل بالناج بتاعها عادي نادرة لما حد بيستخدم دي محدش بيحب الغاسية تخسل وتيجى عند الشاطف وتقف كل عايز غاسية تخسل وتشطف وجافة طلع تنشر كبان محدش بيستخدم دي اصلا في بقى عندي حاجة اسمها نسبن بدون عاص غاسية تخسل وتشطف وتطلوا الماء في خلال دقيقة لكن 13 دي او 12 دي انا هم بتقول التكثيف مش هتعملهم بعض الناس بيعملوا دي بس في بقى وبذلك الجماعة الكوبان في السن بتطلق زمان ست بتقولك انا عايز غاسية تطلع اه مش مجعلة او مش مكسرة فكان زمان بيعملوا القصة دي اه لكن دلوقتي ما اعتقدتش ان حالت الملقة دي جدي 400 لفة اقل حاجة في التكفيف تحسي دوم نادية جدا و اكبت نقطش مي 800 اعلى شوي في التكفيف 1200 اللي هو اعلى حاجة خالص في التكفيف تمام؟ اني مثلا وليكن هنشغل استعشاب اللوب مثلا وليكن مثل الدور هيبقى ساعتين يعني مع ان كده الغساء يتخلص الساعة 12 بالليل بالزخف الصيف هده خرج الملابس الصبح من الغساء نهنام طبعا نهيون سيبينها هل خرج الملابس من الغساء كده الصبح هلاقي الملابس بحيتها مش كويس اه فيه نقطة هتفتنش من الملابس حاجة اسمها الطايم دلي او دلستار اللي هو تأجيل التشغيل تقريبا مثلا كده هتناموا كم ساعة تقريبا هتناموا كم ساعة تقريبا اربع ساعات اربع ساعات انتو بتوفروا ساعات ده ايه اللي الغساء واجه عند القطنة ولياتو خدنا بداخل قطنة غساء نهينام اربع ساعات زينا وهم التك اوكي الغساء دي مش هنشتغل قبل الاربع ساعات بوقتها هي يعني هي لو وقتها ساعتين هي الساعة التانية وانتو نايمين هتشتغل الساعة الرابعة بتفتاوا عنكم من النوم هتلاقى مخلصة معاكم انتو مخلصين النوم هي مخلصة غسيل هده خرج الملابس وهلاها فريشة اي مشكلة لو انتو في عمل لو انتو في صفر ومهيق نفسك على وقت معين يلوك بتفتح باب الشقة هتلاقي غسيلة تديك انهي بتاعتها هتفتح الباب بتاعك تتخرج الملابس لقى فريش ريحتها كويسة فاش اي مشاكل طيب من نوط اليد اللي اضغط على الاخير ده خلص اه اللي هو بص يا حاج وهو رهون وهم جاء عند الطائم اخدت برنامج بتاعي ست ساعات مسر هي مش اشتغل قبل الست ساعات بوقتها هي يعني ايه لو وقتها ساعي الساعة الخامسة هتشتغل الساعة السابتة فهتطور لكم واتلقوا مخلصها معكم انتم خلصين هم هي مخلصة غسيلة لان انتو خرج الملابس هلاقف ريش اي مشكلة بش في كمكما يعني طيب اه ضغط باور وضغط ستارت ومش عايز السادة الاطفال لعافر غسال اعمل ايه ههم متاك على دين دون مع بعض ثلاثة أربع ثواني هيدين اللي هو قلوز كده الاسطاس طفلة راح يميح حاجة مستحيل انه يقدر يعمل ايه حاجة بالغسالة انتو نفسكم مش هتطلقوا تعملوا ايه حاجة بالغسالة حاجة واحدة بس تطلقوا يقدر يعمل انه انطاف الغسالة هو السيد طفل مش هيسكت لانه ولاقا مسيقها فكا انها لعبة فهيقود يلعب بس هاجي شغلها ومش عاف شغله انتو نفسكم هتجو تشغلها ومش عاف تشغله كده خاص للقطفل عافوا شغله ولا حتى كماري عافوا شغله هتعملوا ايه هترموا هتعملوا ايه هنشيل الفيش ايه وهنغكي بالفيش الغسالة برضو مش هتشتغل مستحينا هتشتغل خلاص كده نجيب اللي الشاش مش هتشتغل غسالك ووقف ده مش هتجبوني هنقول لكم عليه هم اتك على ايه اللي اتنين مع بعض اتكة طاولة كده تقدر بقصة وايه نعمل الخطأ اللي احنا كنا عمل لها عشان القفل نلغي السيل اللي واكله كده هتعمل مع الغسالة زمان عامس خلوا فرق مبين كلوا دروة التاني ساعتين راح يلغسالة او اشتغل دور اول يوم ودور اخر اليوم او كل يوم دور لو اشتغلنا اصلا كل يوم دور مش هتبقى عندنا غسيل لكن ماركنش شغلو اسبعين وقعنا كل يوم واحد ده اكبر غرط اول باول هيب افضل واحسن وبعد ما خلص غسيل لازم اشيل فيشا عشان اخط لو كرابا جات عالية كرابا جات ضعيفة متأصلش بالسلبة على البرضة مع المدى البعيد ساعت انتهت وقدام بقاش مشكلة باور متستناش او لازم مشيت فيش بعد ما خلص غسيت ممكن الكراب تيجي عالية ولا حاجة تبقى وغضى باور انا انشغلت الغسالة انا يغسل برا وعايز اجفف بس زي دلوقتي فقال باور ما هيصل المياه ام ضغط باور وام بيه عند النسبن ده هي التكة تكة واحدة ام الدين تلتاشا دي عبارة عن ايه عن دقيقة طرد مياه واثناشا دي تكيف حالة ام التكستار في خلال التلتاشا دي يكون طرد المياه ام جاف الحال هي كلا بدقة التالي حالة هتبدأ ترفان زي احنا شايفين لو انا عايز اقلم الموضوع ده اهو بوس توقف مؤكد وقوم جاي هنا كده ومقلب اهو كده بقى ديئة واحدة بس كده نص بن بدون عصر الغسالة الدول المياه بس مش هجاف الهدوم كده تكفيف بسم الله كده تكفيف اعلى شوية 8 دقايق هجافف بس ايه تبقى الهدوم نادية كده اعلى شوية وده اعلى حاجة خالص والتلتاشا دي تمام اه الحاجة سألتني برد السؤال اللي هو تنظيف الحود دورة الخال اللي نعملها ازاي بص يا حاجة بورا هوت وم جاي على الاتنين ده هم مع بعض شايف النجمة ده ايه كده سكيره ايه وانتنسف التكة على الاتنين ده هم مع بعض يبديني تي سي ال اللي هو توك لين تنظيف الحود وم التكة اوكي في خلال تقريبا ساعة ونص اللي حاجات بسيطة او ساعة ونص وخمسة تكون حطها تخلي بطبعا بقهم جايبين بقى زازي تتخله صغيرة او نص ز tinha تتخل كبيرة بصوبها فقلبة الدرج هنا اهي اهي يعني اشوك او نص زازي تتخل صغيرة اه او نص زازي تخل كبيرة بحاطها فقلبة الدرج هنا وهم قابل الدرج بتاعي ومدغطيها وتسيبها سلام عن نفسها هي تخسل نفسها وتشتف نفسها وتصرف تان من كل حياة الوحدة كل شهرين او قطعة شهر مرة ده انت تتخلى دقيق هي كده بتوزن هيبدأ يبنى عندما كل وقت حالا للوقت يعني كده بتغسل الحد تحت اه ده غسل الحد وهو تنظيف الحد ساعة وكام 23 و 20 دقيقة ساعة وصل لخمس اللي هو تنظيف الحد ده تمام؟ لو في حاجة تانية قولوا وفي اي استفسار تاني؟ لو في اي حاجة عندكم قولوا و كيف هل نظيم؟ وس�를 archetype اي حاجة كبيرة لا بلاش مينفعش غلط بطنية هي في الغسلحة اجبلك بالي احنا بغير ان احنا الارت اصلتل الى الارتاءة لكن كيفيرتها كبيرة وصغيرة لأ صغيرة لأ. لان الكفرة تبقى اتقل لما بتشرب مية. يعني دفاية واحدة كبيرة او كفرتاية واحدة كبيرة. اقمن. دفاية كبيرة او كفرتاية واحدة كبيرة لو واحدها. تمام? الهدوم زي واحدة اتفاقنا ايه تقريبا تنتمي غسلها المنابس وهي طاضية. وايه والتلطي بقى فاضي عشان ايه بتنظف مية قابل. لو في حاجة تاني اقوله برضو. كانت وجد خالص وكان الصوت بتاعها عالي جدا جدا. نا الحمد لله. يعنى طبعا عرفت لنشاكل بتاعها. ما بيش مشكلة. كده الحركة بتاعت الحلنا بلقت تشتغرهيا. كده هتاخد سرعة. زي ماسمعين الصوت هو تمام? ده تصوت بتاعها. بختبر جماعة اجزاء فوقت قليل. ده الصوت النظر بتحت على زمانة. اه. اللي من سعفة اشتركيها. كده السرعة عالية خلصة هيك. والحمد اللي ما عاش في صوته ولا في اي حاجة. يا رجل. كده يا صفحة سامكة الاول بب بفوق سطح البيت. وهي شغالة بتشغل. سامع ايها وصوت مزرق. ايه ايه. 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 تبتكرت ان في عربية بره مش يالك. جراره يا رجل. الحمد اللي مش هارك. ايه. هي صوت البري وحش. وحش جدا. تسلم ديك يا صفحة شام الله على. على تفسير الاصلي الطيبة دي والله يبرك فيك. الله يبركين. الله يبركين. قال لما اشهالله تبارك الله عليك يعني. الله يبركين. دماغك هندسة و. الله مصلى على النبي يعني ربنا بارك كتير وفي اولارك. الله يبركين. ده فضل ما ربنا. ده كده صوت عالي اعلى حاجة على فكر يعني. اه. يعني الزلوط. هدى كده اخد ميا تبدا ايه اتخد ميا أول ما هو الجهة اللي هية اليمين أو الحاجة بتاخد الجهة اليمين ميت يعني العلبة دي هي دي الأش прилؤية اه ما هو الإختبار ده بتاخد الماء بإكبار يعني يعني كله بتاخد الماء بالجهة اليمين أاذ ماشين ، لو انت كنا كتاكها ثانية الموى دي جاي مني ا故ي؟ جاي حلفية спاذخ جايها جايبي الشتبل، بالغسيل بغسيل هالسعة مختار قد دي هي بتعمل ايه? انت حق التلاتر بقى كميهين وروبنا كميهين بضبطها ويعرف شغلها. فهي فهمها في كل حاجة. ما شاء الله عسل جسام محمد السعيد. ما شاء الله تبارك الله عليك. الله يبارككك. من افضل فني سيانة موجود في شركة اللي عجي وقلنا لك التوفيق. الله يبارككك ربنا يبارك فيك يا رب ان شاء الله. شاء الله لو محتاجين اي حاجة من استطيرك ونتواسط معك. لو في اي تعليق ولا حاجة ولا كنت علاق حنا عليك مش كذيرا انا جاوبك عليها. يا الله يبارككك. تصنى عليك جيت في وقتك مصبوط. جيت فكيت الغسالة بالحتة كلها يعني. وطبعا عرفتنا الخطر فين بتاع الحلة دي اللي موجودة اللي بسبب. وكسرة المسرق والكشف الملس. وكتر حجم الغسيل اللي كان موجود يعني. واستفدنا منها كتير في ان احنا نقدر نبرمجها ونحافظ عليها بقدر المستطاع يعني. الحمد لله. كده الغسيل بتاعها شغال على هوت. ده كده السخان. ده كده طبض الماء. كده صوت الصرف هو شغال. بشوف مية هنا. بتجي هنا يا سيس حصلت لها. يعني. المية دي من ايه. لأ ده عالمة. هي مية. يعني. يعني ايه. يعني. ايه. وهي قوة. اه وتوقف بقى الجوان بيحجزها. كوانشة بتحجزها. لا 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 مستحيل. هي كوانشة بتحجزها. كده النهاية بتاقة. الحمد لله. الموسيقى دي. بس الفرق ما بين الموسيقى بتاعي التست والموسيقى اللي هي مش تست اللي هو الطبيعة بتاعها ان اللي مش تست بيجي لك هنا ان ها مع الموسيقى. لكن احنا عاكملنا عاملين تست فجي لك الموسيقى بس بغير اند. لما عتزعلوش بقى انه مش اند عند الهان. والسلام عليكم. علم الإنسان ما لم يعلم والله. جزاك الله كل خير يا عبد. جزاك ما شاء. ربنا بارك فيك يا رب. الله يخليك. الله يحفظك.